بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ودرسنا النهاردة عن المفرد والجامع أنا المفرد يعني واحد وإحنا الجامع يعني كتير المفرد يعني واحد الجامع يعني ثلاثة أو أكتر دخلت ولاء لوحدها الفصل تبقى ولاء مفرد مفرد وبعد شوية دخلت مجموعة البنات دي تبقى جامع يبقى بنت واحدة مفرد وبنات جامع المفرد بنت والجامع بنات قلم واحد يبقى مفرد أقلام تبقى جامع قلم أقلام دخلت الحديقة ولقيت شجرة واحدة تبقى مفرد مفرد وبعد كده دخلت لقيت مجموعة أشجار تبقى جامع جامع شجرة واحدة مفرد أشجار جامع كان عندي كتة واحدة تبقى مفرد والقطة دي ولدت كتط كتير تبقى كتط جامع كتة واحدة مفرد وكتط جامع كرسي كرسي مفرد وكراسي جامع أنا ولد أحمد مفرد ودول أصدقاء أحمد في المدرسة يبقوا جامع ولد واحد مفرد وأولاد جامع عندي كتاب واحد يبقى مفرد وماما اشتريت لكتب يبقى جامع كتاب واحد مفرد وكتب جامع كان عندي ورد زهرة زهرة وعند وحدة واحدة واعتنيت بي فبابا جاب لي زهرة 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 كتير زهرة واحدة مفرد وأزهار جامع ودلوقتي مع التدريبات ودلوقتي في التدريب الأول المفرد والجامع طالب مني أن أنا أختار الجامع لكل كلمة مفرد وأول حاجة دي كلمة إيه؟ كلمة ولد ولد جامعها إيه؟ أولاد برافو أولاد طيب دي كلمة بنت جامعها إيه؟ بنات بنات برافو طيب دي كلمة طبيب جامعها إيه؟ أطباء برافو أطباء طيب ودي كلمة علم جامعها؟ أعلام أعلام برافو كده خلصنا التدريب الأولاني ودلوقتي مع النشاط التاني لحرف للمفرد والجامع وطالب مني في النشاط ده إن أنا ألون المفرد باللون الأحمر والجامع باللون الأزرق هنلون يا أحمد المفرد باللون الأحمر يلا تعال ندور على المفرد الأول ها زي كلمة إيه؟ كتاب كتاب هنلونها بالأحمر وزي كلمة إيه؟ كلب كلب وزي كلمة إيه؟ سرير سرير ها وزي كلمة إيه؟ كمان كمان ها أسد أسد دول لونهم بالأحمر كده بروف ودلوقتي هنحط الدايرة باللون الأحمر بالأزرق على الجامع يلا زي كلمة إيه؟ أش أش أشجار أشجار زي لع لعب زي أس أسماك ب بنات أقلات زهور وكده يبقى هنحطينا باللون الأحمر على المفرد وباللون الأزرق على الجامع وكده بخلص تدريبنا وخلص التدريبات على المفرد والجامع وما ننساش نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد